بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من السوديو التحليلي والنهاردة مباراة كبيرة جدا 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 ومحطة جديدة ومهمة جدا للنادي الأهلي في مسيرته بالدورة الممتاز وحتكون قدام نادي سموحة السكندري بالأسكندرية إن شاء الله طبعا النادي الأهلي بيدخل كل مباراة علشان حاجة واحدة بس الفوز دلوقتي كمان طول ما المنافسين بتوعك بيكسبوا أنت بتدخل الماتشات بتاعك كأنها ماتشات كؤوس الماتشات بتاعتك كلها أنت عايز حاجة واحدة بس الفوز لا بديل عن الفوز فأي مباراة مباراة النادي الأهلي سواء دوري أو كاس اللي هو كاس اللي حنوصله إن شاء الله يوم السبت كمان يومين بإذن الله رب العالمين طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا لسه مخلصين مباراة من يومين كانت في الكاس أمام بيرامدز النادي الأهلي كاس بيرامدز اتنين واحد بجدارة واستحقاق عشان فيه ناس ده كاس القديم كمان احنا متكلمش لسه على كاس الجديد ده كاس القديم انت كاس بيرامدز اللي هو دلوقتي قبل منشتك المؤجلة تاني الدوري واللي هو بينافس على القمة كاس بيرامدز اتنين واحد مقادن مباراة كويسة وحققت الهدف ان انت وصلت للسيمي فاينال بتاع كاس مصر القديم فالنادي الأهلي بعد يومين خلاص قفل صفحة بيرامدز وقفل صفحة كاس مصر القديمة بنتكلم على مباراة مهمة جدا 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 في الدوري لازم ان شاء الله باذن الله النادي الأهلي زي ما احنا بنقول دايما بيلعب على المكسل علشان يواصل طريقه المكانته الطبيعية على قمة الدوري المتازل لكرتو القادم اللي هو النادي الأهلي دايما متعود عليه اللي هو لقبه للأسف فقد منه السنة اللي فاتت بفعل فاعل اللي هو السنة دي ان شاء الله باذن الله لعبة النادي الأهلي وجهزهم الفني باذن الله قادرين انهم يعوضوا لراحة السنة اللي فاتت وباذن الله يرجعوننا مرة تانية بطولة الدوري العام ترجمة نانسي قنقر